أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج حلم حياة حلقتنا النهاردة هتكون مختلفة هنتكلم فيها عن شركة الحكيم فرما للأدوية وهنتكلم عن الأدوية المصنعة وهنتكلم عن فوائدها وهنتكلم عن الأعراض الجانبية وهنتكلم عن شركة الحكيم فرما بشكل عام وهنتكلم عن أشياء كتير جدا مع رئيس مجلس قدارة الشركة الدكتور حسام الحكيم إزيك يا دكتور؟ نورت وشرفت البرنامج ربنا يحفظك في البداية طبعا عايزين نعرف بقى يعني نتعرف أكتر عن شركة الحكيم فرما من خلال حضرتك وعايزين نعرف الأدوية اللي في الحكيم فرما عايزين يعني نبذى عن شركة الحكيم فرما مش ممكن نبذى عن الشخصية كلها يعني ديكون أفضل طبعا هو بداية حسام عمد سطر تمام رئيس مجلس قدارة شركة الحكيم فرما طبعا قبل مجلس الإدارة وقبل الكلام ده كله تمام كنت منذوب دعاية نعاية جدا تمام شركة اسمها ميديكس تمام من ميديكس الوادي تريد برضو منذوب دعاية شركة وليستريد تفاهره تمام اشتغلت في وليستريد تفاهره من مدير دعاية تمام طبعا أنا بيخدها خطوة خطوة ستيب باء ستيب تمام لحد ما فتحنا إن شاء الله الشركة بتاعتنا دي تمام وإن شاء الله يعني تكون فتحة خير علينا إن شاء الله بإذن الله ويعني منتجاتنا تنال إعجاب الكاستومر أو البيشونت بوكعين تمام عايزك تكلمني عن نوعية الأدوية اللي معنا المهاردة تمام ده الكوحة عبره عن مستخلص ورق الليب لاب تمام وورق الجافة تمام ده السعر بتاعته 20 جنيه مناسب للجمهور يعني حاجة كويسة جدا حاجة كويسة جدا يعني مضغطة بالكمبيوتور التاني لفعنا أفضل منه بشوي يعني تمام ونوصل لإفكت لأنه طبعا ناتشرال طبيعي تمام عندنا منتج تاني برضو سموفالجيتا ده مستاش كريم تمام عندنا أوريديكس ده مكمل غزائي عندنا الباتوجين ده تخسيص طبعا سيلينيوم تمام عندنا اليوليستا ده الجروح والحروق عندنا طبعا ده ما يطلبه الجمهور لتأخير تمام دي كل الأدوية اللي الشركة بتصفحها أو موجودة في الشركة ولا في أدوية تانية مش معنا النهاردة لا لا في أدوية تانية كتير يعني تحت التصنيع وفيه منتج بصراحة أنا ما جلتاش معي بصراحة تمام طيب إيه أكتر حاجة يعني حضرتك شايف أن الشركة الدواء ده بيتم عليه سحب إيه أكتر حاجة عليها سحب في الشركة الأوريديكس بصراحة لأن ده مكمل غزائي يينفع للأطفال يينفع للكبار للحوامل بالمجمل كله جنرال يعني تمام طبعا الاحتواء على الكومبيسيشون بتاعه عبارة عن فوليك أسد حديد فيتامين بي 12 فيتامين بي 6 تمام تمام عايزك تكلمنا عن فويده وعايزك تكلمنا هل هو أعراض جانبية أو لا؟ نصاد إفكت نصاد إفكت هو كابسولتين في اليوم مضع تمام وعلى صباحا واحدة مساءا تمام بيستخدم أثناء الحاملة عادي خلص فيش مشكلة بعد الولادة برضو يستخدمها فيش مشكلة خلص اللي كبار السن فيه أي أعراض مثلا أنه الحادث فيه 30 ميلي جرام تمام طيب يعني عايزين نعرف له أعراض جانبية أو لا؟ لا لا نصادفك ما لهش أي أعراض جانبية خالص تمام نصادفك وحضرتك قلت أنه يستخدم لكل الناس يعني أطفال وكبار تمام خلوك كده كده أصلا سهل الماضغة تمام طب أنا دلوقتي روحت الصيدلية يعني أصلا مطاعم بالشوكولاتة ممكن أن روح الصيدلية أجيبه وأخذه أنا يعني من النفس كده ولا لا لازم برضو باستشارة الطبيب بما أنه مصاد إفكت تمام يعني استشارة الطبيب مش مهمة أو بالنسبة لك طيب ولكن لو الأمور تستدعي تستدعي فلازم أن نكون تحت الشاب الطبيب تمام ممكن من خلال الكلام ده أي حد يجيبه حضرتك قلت هو كابسولتين الصبح وكابسولتين لا لا كابسولة الصبح وكابسولة بالليه كابسولة الصبح وكابسولة بالليه دلوقتي ممكن حد يروح يجيبه ويغضو يعني إيه بإفراد شديد جدا تمام ما إحنا محددين الدوس بتاعه؟ لا ما إحنا بنتكلم عشان كده محددين الدوس واحدة صباح وواحدة مساء أنت زدت عن كده أنت زدت على كده عن كده يبقى تتحمل وهيبقى فيه عارض جاملية أكيد في الوقت ده لا ما فيش أي عارض جاملية لو خيد باستفاضه طبعا على حسب نسبة الحديد في الجسم الأ词 لأنه مرجو في حديد 30 تمام 30 تمام في فيتامين بي 12 فيتامين بي 6 وفوليك أست تمام على حسب النسبة الحديد في الجسم أو على حسب نسبة الفيتامين بي 12 أو فيتامين بي 6 أو الفوليك أست هايقلو أثار جاملية طبعا تمام حضرتك برد أنا لو عندي مثلا الكالسيوم في الجسم عالي ما قادرش أن أنا أشرب لاماً كتير أصلا عندي إفراط في الكالسيوم طيب حضرتك اتكلمت قلت أن فيه منتجات كتيرة تمام حضرتك ما جبتهاش وفيه حاجات هيتم طرحها قريب في السوق إن شاء الله تمام عايزك تكلمنا برضو عن المنتجات دي اللي مش معانا وعايزك تكلمنا عن اللي هيتم طرحه في السوق تمام عندنا منتج نحافة تمام إن شاء الله ما جبتوش معي بصراحة يعني من أهم المنتجات بصراحة ناسك اللي عايزة تخيز تمام وعندنا فيه منتج لحم والنيل تمام والسان بيرنا والسويت راش تمام ده برضو حاجة مناسبة جدا للجمهور سيارو حنين على الجمهور برئيس بتاعه حنين زوفة عليه علي وفيدباك بتاعه حضرتك كواس جدا يعني حضرتك برضو حابت توضح إن يعني من أهم شيء في الشركة أو الشركة بتبص دايماً إن الحاجة تكون في متناول الجمهور متناول الجمهور يعني دي ميزة ميزة مش موجودة عند شركات كتير جدا زائد يعني الفيدباك بتاعه المنتج نفسه حاجة محترمة جدا يعني اللي جربه صراحة أفاده طيب بخصوص إن حضرتك بتقول إن الحاجة دي ممكن ما تبقاش في شركات كتيرة جدا إن السعر يبقى في متناول الجميع هل السعر ممكن ما يبقاش في متناول الجميع الشركة مثلاً هي بتكلف الحاجة السعر عالي ولا ما ممكن حد يقولك ما دام السعر الرخيص ممكن يبقى الحاجة مثلاً قليلة في حاجة معينة تانية برضو ممكن توضح لا لا المشكلة كلها في إن في شركات ركبة تريند شوية تمام فهي بتبع لك اسم هي اسم نوبارتس مثلاً فيزر الحاجات دي لا مش عايزين نسكه الأسامي يعني احنا بنكاله بشكل عام أنا أقصد أقول يعني إن أكيد الحاكم فارما مثلاً اللي بدأ من فترة بسيطة جداً مش تكون زي الشركات تانية في السوق مثلاً بقالك 20-30 سنة فمن الواضح طبعاً المنتج أكيد الخبرة بتفرق أكيد طبعاً الخبرة وغير كده إنه مش عامل عنازل المنتج والاسم يعني هو الخبرة والاسم الواحد عشان يعمل اسم فبرضاً في بعض الأحيان ما بيكونش عمل بإيه ببلاش يعني ممكن تلاقي منتج متوفر في مكان مكان ما أو اللي هو البرودك بـ 150 جنيه وـ 20 جنيه بس نزوف عليه تمام ممكن تعمل حاجات 30 جنيه وـ 40 جنيه وـ 50 جنيه المقسموم بتصبت دليل معك جداً تمام طبعاً دكتور حسام عايزين نعرف من حضرتك دلوقتي أنت حضرتك الأدوية اللي هي بتطرح في السوق تمام هيجي سؤال الأدوية دي حضرتك بتجربها يعني على ناس قريبة منك أو بتجربها على نفسك كلوزو برسولان الاتنين كلوزو برسولان حد قريب مني جداً وبرسولانش يحصل حاجة شخصية لازم لازم قبل ما تطرح في السوق وكده كده فيه اختبارات أصلاً بتحصل على المنتجات دي قبل ما تطلع للجموع أو قبل ما نتسليمها أصلاً من المسلح تمام بخصوص الاختبارات الاختبارات بتاخد قد إيه يعني دلوقتي أنا عشان أطرح منتج للسوق تمام باختبر المنتج ده قد إيه مش أقل من أسبوعين مش أقل من أسبوعين من أسبوعين لشهر وهل من أسبوعين لشهر من وجهة نظر حضرتك شايف إن هي مدة كافية الاختبار بالنسبالي مش اختبار على الأشخاص الاختبار بالنسبالي اختبار على الأجهزة بمعنى الكمبوزيشن مثلاً اللي موجود في المنتج ده زوفة عالية ولا مزوفة عالية بحط واحد درجة حرارة معينة ووضعه معين وبعد كده بيظهرلي على الجهاز ان المنتج ده صح او لا صح هو اصلا ممكن المنتج ده مثلا تكون ده فوليك أسد وفيتامين بي 12 وفيتامين بي 6 وحديد ممكن انا اجي اعمل له اختبار ملاقيش حديد اصلا بخصوص انك ممكن تيجي تعمل له اختبار وتلاقيش في حديد دايما النتائج بتكون هي النتائج اللي هي متوقعة ولا لا سواء في الفعلية او سواء حتى في السحب اكيد طبعا بنلاقي مثلا مش كل النتائج هتكون ملمة بالوضع كله تمام ولكن احنا بنفرض 80% 80% و20% طبعا خارج القراطة تمام جيت عملت منتج قبل كده ولقيت المنتج جاب نتائج عكسية عكس ما انت كنت متوقع لا طبعا سواء في الفعلية او سواء حتى في السحب ممكن في السحب ممكن في السحب ماشي لان انا بيبقى فيه فيه ارتباط معين شوية بالسعر يعني فيه ارتباط الصحة ممكن تحددك سعر معين مفعش لا تقل عنه ولا تقل عنه ممكن يكون عائلة تمام يعني حضرتك حيب توضح ان ممكن الحاجة مثلا بناء على تحديد السعر عشان مسلا السعر مسلا بيكون اللي هو متحدد فبيبقى السحب قليل لان مسلا السعر في بعض اللي حين الناس بيستغلات اه وعلى حسب الكمبيزيشن برضا الكمبيزيشن اللي موجود المكونات بتاع المنتج نفسه ايه اللي بتحدد سعره تفيه اوقات وصولة السعر تدخل في السعر وفيه اوقات ندخلش في السعر تمام طيب حاجة تكلمنا برضا دكتور حسام عن شركة الحكيم فارما حضرتك قلت ان شايف ان بيميزها السعر عن بعض الشركات الامر تمام طيب في حاجة تاني متجاودة القوالتي برضو ما هو انا هقول لحضرتك برضا شايف ايه تاني بيميزها يعني كلمنا عن اللي بيميزها بشكل عام القوالتي حاجة محترمة جدا مصانعنا اللي نحن نصنع فيها مصانع مهتزة تمام بصراحة بيبقى فيه رقابة عالية جدا على التصنيع تمام بنيوقفين بنفسنا بنيوقفين بنفسنا على المنتجات نحن بنتأكد مثلا ان انا حاضط حديد حاضط فوليك أسد حاضط مثلا سيلينيوم حاضط كذا كذا كالواجه تمام عايزك برضو كلمنا برضو عن الشركة والعملين في الشركة ومين مع حضرتك كلمنا كده برضو يعني يعني دينا نبزة كده أسماء عادي براحتك يعني تمام هو انا عندي اتنين تلات مناديب في البنسويف تمام دكتورة اسماء أستاذ الرمية دكتور أحمد الأستاذ أحمد مندوب دعاية مندوب دعاية الأخير ده مندوب بيع طبعا فيه سلسلة أو يعتبر دايرة متكاملة يكون مدير الدعاية ومندوب الدعاية ومندوب البيع تلاتة مع معض بيكملوا الحالة تمام تمام طيب ده ده الفترا تمام مستخلص من الجوافة واللي بليب تمام تمام مستخلص من الجوافة واللي بليب تمام السعر بتاعه برايس بتاعه 20 جنيه تمام الدوس من اثنين لتلات مرات بالنسبة للكبر وبالنسبة لأطفال من اربعة لخمس مرات تمام ده كده كده أصلا منتج ناتشفر طبيعي نوفيش أي نصاد إفكت نوفيش أي أضرار بالنسبة له خالصي شيء أصر جنبية خالصي يعني ده طبيعي آه مية في المية مستخلص أصلا مستخلصه آه مستخلصه آه تمام يعني عايزت برضو أسألك إنت حضرتك برضو قبل ما أسأل حضرتك عايزك برضو يعني تكلمنا أنت قلت من سعر مثلا 20 جنيه وأن مثلا المنتج ده ما لهوش أي أضرار زيما حضرتك بتقول تمام آه النتيجة بقى بتاعه هو في السوق من حوالي في الماركت من حوالي ثلاث سنين آه سحبه محترم جدا يعني يعني هو مطروح بقاله ثلاث سنين آه ثلاث سنين آه ثلاث سنوات تمام طب حضرتك برضو قلتلي إن الشركة الحكيم فارما هي مش مصنعة برضو بس لا ده هي معاها توكلات لشركات أخرى آه في بعض عايزك تكلمنا عن الشركات الأخرى اللي حضرتك معاك بعض المنتجات الفاليو ورافيدا دي برضو شكتين أنا أخذ منهم توكيلات في برضو بعض في توكيل مش عارب بقى يكون خاص بالبرنامج ولا لا خاص بالأجهزة الطبية تمام للمعامل تفسير بسيو الكيمياء وهكاسة يعني يعني حضرتك معاك كهزة توكيل آه آه كهزة توكيل يعني في حاجات مصنعة خاصة بي أنا في سيرام شعر وفي كريم اللي هو للحامو والنيل تمام وفي يعني عندك حاجات كثيرة جدا وفي منتج لمضمضة مضمضة الأسنان كويس برضو بدي أن يطرح قريب في السوق إن شاء الله ماركت تمام طب إيه رأي حضرتك يا دكتور حسام ناخد فاصله وبعدين نستكمل الحديث حاضر أعزائي المشاهدين فاصل ثم بعد ذلك نستكمل الحديث مع الدكتور حسام أعزائي المشاهدين وبعد ما رجعنا من الفاصل نستكمل الحديث مع الدكتور حسام الحكيم طب عايز حضرتك يا دكتور حسام عايزك تقول لي طبعا حضرتك قلت لي في البداية إن أنت يعني اشتغلت في حاجات كثيرة جدا لحد ما وصلت إن حضرتك يكون عندك شركة خاصة بي تمام عايز حضرتك تقول لي في البداية حد شجعك ولا لا حد أحباطك ولا لا يعني كلمنا عن كل ده هو أنا لو هتكلم على التشجيع فطبعا الفضل يرجع لوالدي والدتي لأ المشيء ربنا يحفظهم لك يا رب يحفظهم أنا ما بحبش أعداء النجاح حصل هو مش خلص يعني صراحة هو أعداء النجاح مين ما بحبش حد بحبهم هو أنا ماشي بمبدأ معين الحياة تحب المستنفرين والمستنفرون بالحياة جديرون فأنت تكون على أحب الاستعداد أي انطلاق أخدها أخد الرزق ويستمع على ربنا صحة العالية وأعتقد يعني ربنا صحة العالية ما بيخيبش الرجاء حد بصراحة تمام يعني حضرتك حيب توضح وتقول أن أنت لقيت ناس من عداء النجاح لقيت ناس أحباطيطة ويستمع على صراحة وناشجعتك بس أنت هتعمل إيه أنت الوضع صعب جدا موضوع الدولة صعب عليك أنت كمندوب أو كمدير تعاية لأ أنت مش صعب أن يبقى عندك شركة أوه صعب لأ لأنه مش وقته خالص أنت مثلا محتاج متاح خمس ست سنين أنا ده كله عملته في خمس سنين أو ست سنين فعلا هو ومن هنا بنوجه رسالة يعني زي ما الدكتور حسام قال يعني المفروض كل واحد عنده حلم عنده هدف اتمسك بحلمك اتمسك بهدفك مهما كانت العقبات مهما كانت الظروف اتمسك بهدفك واتمسك بحلمك وأثره ويبقى خلي عندك إصرار وخلي عندك عزيمة وخلي عندك اسعى واكتهد وطول ما أنت بتسعى وطول ما أنت بتكتهد ربنا مش هيخزي لك أبدا لأنك أنت عندك حلم وعندك إصرار وعندك عزيمة إنك تكمل وحابب برضه أوجه رسالة لبعض الناس اللي بتلاقي حد مثلا بيحاول يسعى بيحاول أكتهد زي الدكتور حسام أنه هما يحبطوا فيه يعني بتستفيدوا إيه لما بتكساروا الإنسان بتستفيدوا إيه لما بتحبطوا حد بتستفيدوا إيه لما بتضيعوا حلم حد أنتم مش هتستفيدوا شيء بالعكس أنتم تضمروا إنسان عنده حلم عنده يعني حاجة في حياته أنتم مش عارفين الحاجة دي بالنسبة له قد إيه تخيل يا وسلم ان انا اصلا يعني ما تغلطش حاجة من ربنا محققاش ابدا ربنا يا رب يحقق لأكل عايز عربية حاضر تيجي العربية عايز اكون مدير الشركة حاضر عايز تكون كذا حاضر كل حاجة بلاقيها مجابة بصراحة من ربنا سبحانه تعالى يعني انا حدث في الحياة كلها ان انا ساعد الناس بشكل طوال كده اولا يعني ان انا اكون يعني اقدر افتح اكبر قدر ممكن من بيوته المصرية تمام يعني حضراتك شايف ان برده يعني انا بالنسبة لي كرسلتي في الحياة مش مكتصر عالشركة اصلا تمام هو انا اسمك نساء الله الشركة اونر الشركة ومعايا نسبة 33% في شركة تانية اسمك افاليو تمام عايز اقول له حضراتك على حاجة يعني داخل فيها شريك اه اه في شريك فيها اه تمام ومنضمها في بعض المنتجات اللي موجودة قدام حضراتك قدام المشاهدين تمام ان انا حابي ان انا اعمل دايرة متكاملة خاصة بي انا انا عندي ثلاث سيطاليات اعايز اخليهم اشرب بصراحة ربنا يا ربي وعباك يا ربي وعايز اعمل مصنع متكامل خاصة بي انا برضو لبقى انا اللي اصنع وانتج للشركة والشركة ايه تودي للسيطاليات تمام هو ده اللي هدف في الحياة بعد ما عملت كده انا خلاص انا كده ممكن استسلم عادي تمام كده؟ وفي اجتهاد وفي انتصار ويبعد عنك الاستسلام لان الاستسلام بيبقى مدمر للانسان الاستسلام ممكن يخلي الانسان يعني حياته توقف لان الانسان بلا حلم وبلا هدف فهو يعتبر ميت اللي بيفرق بين الانسان الحي والانسان الميت هو الطموح والهدف يعني فيه ناس كتير جدا في الحياة احياء ولكن هم اموال لان مفيش هدف مفيش طموح طيب للدكتور حسام عايز اعرف ليه اهداف تانية اهداف تانية للمنتجات ان شاء الله تكون برا مصر وبنسعى في كده الخطوة اللي جاءة ان شاء الله بنوديها كندا وفرنسا والمانيا سويسرا امريكا كذا كذا ان شاء الله ربنا في المنتجات دي فبصراحة الناس مرحبة جدا اكيد طبعا كل حاجة وطبعا احنا بنعمل تيست على طول اول باول عن المنتجات بنحاول يعني نواكب العصر بالمختصر المفيدة بالتالك هل لها فرع واحد لا لها فرع اين فرع في النزهة النزهة اتنين في مدينة نصب وفرع تاني في الفايون في الحدقة ونوي ان في مثلا حاجة تاني يعني في فروع تاني ان شاء الله نوي خليها 26 محافظة 26 محافظة 26 محافظة بكوادر شغالة بكوادر بشرية شغالة نشوش كلا خلص تمام انا بالنسبالي مش هدفي الربح اكتر مهدفي ان انا اقدر اساعد اكبر قدر ممكن من الناس تمام حضرتك لو هتوجه رسالة لحد هتوجهها المين وهتقول فيها ايه مع حضرتك الكاميرا وهتقول فيها ايه يعني ايه للناس اللي شجعتك اللي احبطتك للناس اللي شغالين في الادوية لو هتوجه رسالة لحد بس خلاص القدم افضل باسن الله يعني انا يعني انا بحبش ان انا نكون داخل في صراعات محد او او جدال محد انا بحب ان انا ستريت اعرف وجاتي اعرف هدفي اعرف غسالتي في الحياة خلاص انا عرفت الكام بوينت اللي انا اقدر ان انا اوصل لهم خلاص مش هشغني الناس قوي يعني الناس يفسدون على الاشياء الجميلة فخلاص انا بالنسبة لي الناس يعني اخذ من الناس جانبا وارضى بالله صاحبا ثم انظر الى الناس ثانيا اهم حاجة ربناه صحيح تعالى في المقام الاول على خير تمام لاصحاب الشركات برضو اللي هي الادوية واو صراحة للشركات بشكل عام تمام وبعد اصحاب الشركات لو هتوجه شكر لفريق العمل هتوجه المين وهتقوله ايه الشركات اللي انا اشتغلت فيها قبل كده بشكل عام اين هو بشكل عام اللي ساعدني في المقام لا لو هتوجه رسالة لاصحاب الشركات اصحاب الشركات بشكل عام اول شركة كاتميديكس لا مش بدون اسامي او الحاجات اللي انت اشتغلت فيها اه لو هتوجه رسالة لحد لو هتدله نصيحة هتقوله في المصيحة حاولت رعى ربنا في المنتج بتاعك يكون المنتج نفس اللي موجود على العبوة من بره هو نفس اللي موجود في العبوة من الداخل ما تغشش عشان في الاخر هتكشف فهتبقى حاجة مش كويسة بالنسبة لك تمام تمام بس هتكسب كتير جدا اللي هو ايه مفيش مشكلة خلص ان انت تنزل بإعلانات وتعاية وتسويق وترعى ربنا سبحانه وتعالى في شغلك هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى حتى ولو بعد مروض سنوات هتلاقي الدنيا بالنسبة لك كويسة يعني حضرتك يا دكتور حسام عايز توضح وتقول ما تخلوش الاسعار غالية جدا يعني الناس في اعباء والناس يعني الحملة بيبقى عليها تقيل فانتو خلوا الاسعار في متنوع الجميع هتكسب لما هتبيع كثير وهيبقى فيه منافسة شريفة وهيبقى فيه منافسة كويسة وهيبقى فيه انتاجية كويسة وهنقدر نحن نوصل بمصر البر الأمان بإذن الله طيب يا دكتور حسام هو دلوقتي الوقتي انتهى وأنا بشكر حضرتك جدا فلو حاببت تقول كلمة أخيرة هتقول فيها ايه قبل اختيار أنا بشكر حضرتك جدا على الاسطوف الجميلة دي وقناة الصحيح والجمال برناميك حلم حياة بشكركم جدا وسعيد جدا بتوجدي معكم النواط أنا اللي بشكرك جدا يا دكتور وشرفطين وقبل الختام طبعا أنا حاجة أشكر قناة الصحيح والجمال وكل القائمين عليها لأنها قناة يعني من القنوات العظيمة القنوات المحترمة جدا وقدرة فيها حكيمة وقدرة فيها رشيدة وفيها روح الحب وروح التسامح وروح المودة وده اللي بيميزها عن أشياء كتير وأهم حاجة في أي مكان مش في قناة الصحيح والجمال بس أن يكون فيه ترابط ويكون فيه مودة بين فريق العمل لأن مدام فيه ترابط فيه مودة في الحياة تبقى كويسة والحياة تمشي هيبقى الواحد رايح يعمل شغله هو سعيد وهو فرحان على عكس اللي ما نتلاقي مثلا إيه فريق عمل تاني ما ببقاش متعاون فده بيبقى يعني أنا مش عايز أطور بيبقى شيء سيء أو بيبقى شيء منفر بيخلي الواحد ينفر من العمل وأنا مش عايز أطور على حضراتكم أكتر من كده ولكن يعني إن شاء الله نلتقي في الحلقات القادمة وأشكركم جدا على حسن استماعكم وأتمنى أنت كل حلق أعجبكم وانتظروا إن شاء الله في الحلقات القادمة من برنامج حلم حياة